الحياة الاجتماعية عند اليهود في بلاد المغرب الإسلامي لقد اجتهد المشرعون عبر العصور في سن قوانين تنظم العلاقة بين أفراد الأسرة من جهة وبين الأسر من جهة ثانية حفاظا على روابط الأسرة وتماسكها وتحديد وضمان حق كل عضو فيها وطبعا خضعت هذه القوانين والتشريعات بما يتماشى وشريعة كل مجتمع وكذا عاداته وتقاليده لهذا سيخضع يهود المغرب الإسلامي ابتداء من القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي إلى تشريعين فيما يخص تنظيم حياتهم الاجتماعية اليهود من الأهالي أو التوشابيم الذين بقوا متمسكين بما جاءت به نصوص التوراة والتلمود واليهود المهاجرون أو المغراشيم الذين سنوا بعد استقرارهم ببلاد المغرب الإسلامي تشريعا خاصا بهم ويظهر ذلك في تكنوت الجزائر وتكنوت قشتالة بفاس أولا تنظيم الأسرة إن تنظيم الحياة الاجتماعية بعاداتها وتقاليدها وشعائرها وطقوسها وأعيادها كل هذه الأمور مستمدة وقائمة على نشاط الأسرة منذ العهود الأولى لخلق البشرية وتتوارث الأسرة هذه التقاليد لهذا تعتبر الأسرة النواة الأولى لتنظيم الحياة الاجتماعية وكان للأسرة اليهودية نظامها المميز وسنحاول توضيحه فيما يلي الزواج هو الاجتباط الفعلي بين رجلا وامرأة ويترتب عليه نتائج قانونية تنظم حياة الطرفين الاجتماعية وعن طريقه يأخذ المولود وضعه الشرعي في المجتمع والشريعة اليهودية قد أكدت على الزواج وجعلته واجبا دينيا إذ جاء في الكتاب المقدس امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك وبنوك مثل غرس الزيتون حول مائدتك أثمر وأكثر واملأ الأرض كما قدس التلمود الزواجة واستخدم مصطلح قدوشين للتعبير عن العلاقة الزوجية كعلاقة مقدسة ويعتقد اليهود أن الزواج يتقرر في السماء من قبل ميلاد الشخص بأربعين يوما أما بنسبة لسن الزواج فهناك اختلاف بين الفرق اليهودية فالربانيون يرون أن الفتاة لا تتزوج إلا بعد بلوغها الثانية عشر والنصف وبالنسبة للذكر ثلاثة عشر عاما ووضع التشريع اليهودي خطوات عقد الزواج وهي ألف الخطبة وتتم على مرحلتين الأولى تتمثل في الاتفاق المبدئي على الزواج وتعرف بالعبرية بالشذخين وفي فترة العصور الوسطى ظهرت وظيفة الوسيط لتحقيق مشروع الزواج وهي وظيفة معترف بها من قبل علماء الشريعة وكانت لهذا الوسيط أجرة ثابتة تدفع مناصفة بين العائلتين أما المرحلة الثانية فهي الإعلان عن الخطبة وتعرف بالعامية ملاك أو الرسيم وبالعبرية الإيروسيم وهي مرحلة مهمة من مراحل الزواج فالرابطة بين الخطيبين تحتاج في فسخها إلى طلاق وإذا توفي الخاطب كان على خطيبته أن تعتد عدة المتوفى وهي ثلاثة أشهر أما عن مدة الخطبة فحددت سنة للبكر وثلاثين يوما بالنسبة للأرملة أما الخطبة عند القرائين الذين يتمسكون بتعاليم العهد القديم فجعلوها كالزواج تقريبا إلا أنه لا يحل المعاشرة الزوجية في هذه الخطوة ولا يتم ذلك إلا بعد إجراء طقوس الزواج باء الصداق وهو المبلغ الذي يقدمه الخطيب لوالد خطيبته عند عقد الخطبة وهو شرط لانعقاد العقد وينقسم الصداق إلى مقدم ومؤخر ويعتقد الربانيون أن الصداق مقدم لا مؤخر أما القراءون فهو عندهم مقدم ومؤخر ومقدم الصداق هو ما يدفع عند الخطبة أما المؤخر فينص عليه في العقد ولا يدفع إلا في حالة فسخ الزواج بالطلاق أو موت الزوج وهنا يظهر التأثير الإسلامي واضحا في عقد الزواج اليهودية من خلال تقسيم عملية الدفع إلى جزئين وفي العصور الوسطى ونظرا لسوء أحوال اليهود الاقتصادية كانت اتجاهات الحاخامات إلى تقليل قيمة مقدم الصداق فكان موسى بن ميمون وإسحاق الفاسي يعتقدان أنه لم ينص في التوراة صراحة على نسبة معينة للصداق ويجب أن يكون الصداق مما يجوز الانتفاع به وليس مما يحرم وإذا رغب الزوج في أن يضيف إلى مبلغ الصداق فليضف ويسمي ما يضيفه مبلغ الكتوباه الإضافي وحددت المشناء مقدار الصداق للبكر 200 دينار أو 200 زوز إن كانت بكرا حالة زواجها و100 زوز إن تزوجها أرمالة أو مطلقة ومن حق الزوج أن يضيف على هذا المبلغ ولكن ليس من حقه أن ينقص منه وفي القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي تم تحديد قيمة الصداق في تكنوت عام 1497 ميلادي بعشرين أوقية فضية كحد أدنى إضافة إلى 200 زوز بالنسبة للبكر و100 زوز بالنسبة للأرمالة أو المطلقة ملاحظة زوز هي عملة نقدية من الفضة حوالي ثلاثة ونصف جرام من الفضة كانت متداولة لدى اليهود في العصور الأولى لتحرير المشناء جيم الندونيا وهو ما يقدمه والد الفتاة من مال أو متاع لابنته عند زواجها ولم تكن موجودة في العصور القديمة لكنها أصبحت ثابتة بعد السبي البابلي فكانت تثبت قيمة الندونيا في عقد الزواج دال التقديس كدوشيم ويقصد به تسمية المرأة على الرجل وتخصيصها له وهو إجراء واجب يتم فيه تقديم الصداق لوالد الزوجة أو لوكيلها بحضور شاهدين بالنسبة للربانيين وعشرة رجال على الأقل عند القرائين وهدية الكدوشيم التي يقدمها الخطيب لخطيبته لا تسترجع في حالة فسخ الخطوبة أما الهدايا الأخرى المقدمة فتسترجع هاء كتابة العقد كتوباه وهو إجراء هام في الشريعة اليهودية وهو العقد الذي يكتبه الزوج لزوجته عند الزفاف أو عند عقد الزواج وتتضمن الكتوباه تفاصيل الواجبات الزوجية سواء واجبات الزوج أو الزوجة كل اتجاه الآخر والكتوباه هي الأمان الشرعي للزوجة في حالة الترمل أو الطلاق ويكتب في الكتوباه أسماء المتعاقدين وتاريخ العقد وشروط العقد وكان اليهود يدقيقون في كتابة التفاصيل الدقيقة التي توضح حالة المرأة إن هي بكر أو أرملة أو مطلقة كما كانت تضاف مهنة الزوج ومسقط رأسه ومن شروط الوثيقة أن تكتب بداخل المعبد وأن يكون التوقيع معلوما أمام الحاخام وأن يشهد شهود آخرون على صحة التوقيعات على أن لا يكون أي خطأ أو شطب عليها وإن حدث ذلك تكتب وثيقة أخرى وقد اعتنى اليهود لتزيين وثيقة الكتوباه وعند تحديد المدينة يشار إلى النهر الذي يمر بها لأن هذا التحديد مهم جدا لكتابة وثيقة الطلاق ويحرم الاحتفال بالزواج في أيام السبت والأعياد وأيام الحداد وهي ثلاثون يوما كما يمنع على الرجل إذا توفيت زوجته أن يتزوج بعدها قبل ثلاثة أعياد لا يحسب منه عيد الاستغفار ولا عيد رأس السنة مع العلم أن الاحتفال بالزواج ضروري ويحتفل بزواج العذراء يوم الأربعاء حتى يتمكن الزوج من اللجوء إلى المحكمة باكرا الخميس إذا وجد عروسه ليست بكرا وذلك قبل أن يزول غضبه ويتقبل الأمر ويعلن أعضاء المحكمة أن عروسه ليست بكرا فقد تكون قد زنت قبل زواجه بها ومن ثم تحرم عليه إلى الأبد أما الأرمل أو المطلقة فيكون يوم الثلاثاء ويبدأ الاحتفال في اليوم السابق للزواج حيث كانت العروس وسائر النساء يضعن الحناء على أيديهن وأرجلهن من أجل إبعاد الشر والحسد وأن لا ينم العروسان في الليلة السابقة للزواج ويستمر الاحتفال أسبوعا وبعد الزفة يقوم الحاخام بإجراء طقوس الاحتفال وأهم تلك الطقوس تقديم الخاتم إلى العروس وكان يضع الخاتم في كأس به خمر ويشرب منه العروسان وبعد تقديم الخاتم تتلى صيغة الزواج ويكسر الكأس ويصوم العروسان يوم الزفافهما لأنه يوم تكفير ثم تقام صلاة البركة إذ لا يجوز للرجل الدخول بالمرأة شرعا إلا إذا تمت الصلاة الدينية وهي صلاة تقوم بحضور عشرة رجال على الأقل ويحرم زواج الرجل من زوجة أبيه وزوجة الأخ والحفيدة والأخت غير الشقيقة ويسمح زواج الرجل من ابنة امرأة أبيه من رجل آخر والعمة عن طريق النسب والخالة وابنة ابن الزوجة وابنة الزوجة من الزوج السابق وأخت الزوجة وزوجة الابن والحمى أما المحارم التي يحرم زواج المرأة منهم فهم ابن الزوج والجد والأخ من زوج الأم أو غير الشقيق وأبن الأخ وأبن أخ الزوج وأبن الأخت وأبو الزوج وزوج الأم والحفيد وزوج الأخت هذه المحارم عدلت عما كانت عليه والمتبعة في زمن العهد القديم إذ كان يجوز زواج الرجل من عمته بعد وفاة زوجها أو زواج الرجل من زوجة خاله وهذه المحارم تستمر بعد الوفاة أو الطلاق 2- تعدد الزوجات على الرغم من أن الشريعة اليهودية لم تحدد تعدد الزوجات ولم تضع له ضوابط أو شروط كما جاء ذكره في العهد القديم من تعدد الزوجات عند بعض الأنبياء كما فعل سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب عليهم السلام فإن المشرعين اليهود الذين جاءوا بعد ذلك قد أصدروا تشريعات تخالف النص لأن تعدد الزوجات في الديانة اليهودية حقيقة مؤكدة حيث قام الربي جرشوم بن يهودة حياته من 960 إلى 1040 ميلادي الملقب بنور المهجر والذي عاش في ألمانيا في العصور الوسطى بإصدار في مدينة ماينز فتوى يحرم على اليهود اتخاذ أكثر من زوجة واحدة متأثرين بالمسيحيين وإن خالف أي يهودي فتوى الحاخام جرشوم يقع تحت عقوبة التكفير والخلع والطرد من المجتمع اليهودي وأخذت بهذا المبدأ فرقة الربانيين وألزم الرجل الذي يريد الزواج بأخرى أن يطلق زوجته الأولى ويعطيها وثيقة وعليه أن يتذكر عمل زوجته الأولى قبل زواجه من مرأة ثانية وعليه أن يحلف يمينا على هذا حين العقد لكنهم أجازوا تعدد الزوجات في حالتين الأولى أن يثبت عقم المرأة بعد مرور عشر سنوات من الزواج والأمر الثاني أن يكون في سعة من العيش وأن يعدل أما فرقة القرائن فقد أباحت تعدد الزوجات بشرط أن يعدل الزوج في النفقة والكسوة والمعاشرة الزوجية أو بسبب مرض زوجته الأولى كما جرى لأحد اليهود في مدينة إبجاية في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي حيث مرضت زوجته فاضطر الرجل الزواج من امرأة أخرى أما موسى بن ميمون الذي عاش بين المسلمين وتأثر بعاداتهم فأباح بأربع زوجات حتى وإن كان لديه مال كثير وأكدت التوراة بالعدالة بين الزوجات وإن تزوج بأخرى فلا ينقصها طعامها ولا كسوتها وأوقاتها كما حدد التلمود التعدد بأربع إذا جاء فيه إنه لا يجوز أن يزيد الرجل على أربع زوجات كما فعل يعقوب إلا إذا كان قد أقسم بذلك عند زواجه الأول وإن كان قد اشتلط لمثل هذا العدد القدرة على الإنفاق ورغم القانون الصارم في إسبانيا النصرانية في تحديد عدد الزوجات فإن يهود إسبانيا كانوا يطلبون تسريحا خاصا لاتخاذ زوجة ثانية إذ كانوا يفضلون اللجوء إلى هذا الأسلوب عن ظاهرة المحظيات المنتشرة بين ملوك وأمراء ونبلاء المسيحيين كما أن ظاهرة تعدد الزوجات عند يهود المغرب الإسلامي كانت قليلة إذ كان لليهودي زوجة واحدة ليس بسبب الفقر كما يزعم البعض ولكن تأثرا بالبربر القاطنين بالمناطق الداخلية عكس سكان اليهود بالمناطق الشمالية الذين تأثروا بالعرب إذ كان للبعض منهم أكثر من زوجة واحدة وقدوم يهود إسبانيا في أواخر القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي لم يغير كثيرا من هذه الظاهرة مثلما لم يتأثر اليهود الأهالي بعادات اليهود الذين قدموا إلى بلاد المغرب الأوسط من ميورقة وأراجونا بعد عام 879 هجري 1391 ميلادي وكان بعض الأهالي من اليهود يفرضون على الزوج أداء اليمين بأن لا يتخذ لنفسه زوجة ثانية وأدمج الميغوراشيم في المغرب الأقصى هذا الشرط في الكتوباه ابتداء من عام 898 هجري 1492 ميلادي وعلى الرغم من الاختلاف في قضية تعدد الزوجات فإن كلا من الميغوراشيم والتوشابيم يتفقان في أمر واحد وهو اتخاذ زوجة ثانية بعد إثبات عقم الزوجة وبعد مرور عشر سنوات من الزواج أو مرض الزوجة الأولى ثلاثة زواج اليبوم من أحكام الشريعة اليهودية الخاصة بتنظيم الأسرة أن أرملة اليهودي الذي مات ولم ينجب منها يجب تزويجها لأخيه الأعزب على وجه الإجبار فإذا أنجب منها فإن المولود لا يحمل اسمه وإنما يحمل اسم أخيه المتوفى وينسب إليه وتسمي الشريعة اليهودية المرأة التي تقول إلى أخي زوجها المتوفى بيامة أو بيامة وإذا امتنع أخو المتوفى عن هذا الزواج فإنه يشهر به ويخلع من المجتمع اليهودي وتسمي الشريعة اليهودية هذا بالحليصة أو بيت مخلوع النعل والأخ له الحق في الرفض كما جاء في التوراة إذا سكن إخوة معا ومات أحدهم من غير أن ينجب ابنا فلا يجب أن تتزوج امرأته من غير أفراد عائلة زوجها بل يتزوجها أخو زوجها ويعاشرها وليقوم نحوها بواجب أخي الزوج ويحمل البكر الذي تنجبه اسم الأخي الميت فلا ينقرض اسمه من أرض إسرائيل وإن أبى الرجل أن يتزوج امرأة أخيه وتمضي المرأة إلى بوابة شيوخ المدينة وتقول قد رفض أخو زوجي أن يخلد اسما لأخيه في إسرائيل ولم يشأ أن يقوم نحوي بواجب أخي الزوج تتقدم امرأة أخيه على مرأة من الشيوخ وتخلع حذاءه من رجليه وتدفل في وجهه قائلة هذا ما يحدث لمن يأبى أن يبقي بيت أخيه وظل النظام الخلاف على الأرامل قائما رغم نواهي التوراة إذ تعد زوجة الأخ من المحارم ثم تعدلت بعض أحكامه واقتصر على الأخوة الذين يسكنون معا ويعيشون في معيشة مشتركة كما جاء في الكتاب المقدس إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تخرج زوجته لأجنبي وليدخل بها أخو زوجها ويتخذها زوجة له ويقوم بواجب أخي الزوج والبكر الذي تلده يحمل اسم أخي المتوفى واستمر هذا الزواج قائما في العصور الوسطى حتى القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي وانقسم المشرعون اليهود إلى فرقتين فريق عاش في ظل الحضارة الإسلامية وتأثر بها وفضل إقامة شريعة اليابوم على إجراء شريعة الحليصة أو الحليصة ويمثله الرباني إسحاق الفاسي والرباني موسى بن ميمون والرباني يوسف كارو في بداية القرن العشر الهجري السادس عشر الميلادي وقد سار على نهجه يهود الأندلس ويهود المغرب الإسلامي ويهود بابل وإيران وفلسطين أما المشرعون اليهود الذين عاشوا في الغرب وخاصة في فرنسا وألمانيا والذين تأثروا بالمسيحية كيعقوب بن مائير والمعروف بالربي تام في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي والربي أشير بن يحيئيل عام 1250 إلى 1327 ميلادي وقد سبقهم الربي جرشوم بن يهودة فقد فضل هؤلاء المشرعون إجراء شريعة الحليصة وإذا كانت المرأة هي التي ترفض الزواج فإنها تعتبر متمردة وتفقد حقوقها في عقد الزواج إلا إذا كان في الرجل عيب منفر 4- الطلاق لقد أباحت الشريعة اليهودية الطلاق وذلك استنادا إلى ما جاء في الكتاب المقدس إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإذا لم تجد نعمة في عينه لأنه وجد فيها عيب شيء كتب لها كتاب الطلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته وجعل الطلاق بيد الرجل فاستغل اليهود حق الطلاق وجعلوه مطلقا فشاع بينهم وللنحفاظ على نسيج الأسرة ووحدتها اجتهد المشرعون اليهود في تقييد حرية الرجل في الطلاق منذ عهد الرومان كما حصر حالات طلب المرأة للطلاق في سبعة أسباب ما زال معمولا بها إلى يومنا هذا وهي عدم القدرة على مضاجعة الزوجة تغيير الدين إسراف الزوج في الفجور والفساد الامتناع عن الإنفاق على الزوجة هروب الزوج من البلاد لجريمة ارتكبها سوء معاملة الزوجة باستمرار إصابة الزوج بمرض خبيث أو ممارسته عملا أو تجارة محرمة وكان بإمكان الرجل أن يطلق زوجته لأسباب بسيطة وإجراءات الطلاق ثلاثة أن يكتب الزوج ورقة يثبت فيها طلاق زوجته أن يسلم زوجته ورقة الطلاق بيده أن يطلب منها مغادرة البيت على أنه لا يمكن للزوج أن يعيد زوجته مرة ثانية حتى وإن تزوجت من رجل ثاني وطلقها أو مات وفي إمكان المرأة أن تتزوج مرة ثانية إذا طلقت وتسلمت وثيقة الطلاق وفترة العدة هي تسعون يوما لا يحسب منها يوم الطلاق ولا يوم الزواج أما إذا كانت حاملا أو لديها طفل رضيع لا يجوز زواجها إلا بعد سنتين وهي فترة إرضاع الطفل ولكن إذا مات الطفل يسمح لها بالزواج ونظرا لانتشار ظاهرة الطلاق بين يهود المغرب الإسلامي فكانت من بين الاهتمامات الأساسية للجماعات اليهودية هو الحد من هذه الظاهرة ففي عهد الربي سليمان بن عدرات الذي توفي حوالي عام 710 هجري 1310 ميلادي ببرشلونة كانت هناك عادة سائدة بقسنطينة تمنع الرجل من أن يطلق زوجته دون موافقة أغلبية أعضاء الجماعة كما تطلب المحكمة من الزوج إدلاء سبب الطلاق كما يمنح القاضي مهلة لتقديم وثيقة الطلاق كمحاولة للإصلاح بين الزوجين كما يمنح السوفير وهو المسؤول عن تحرير وثيقة الطلاق هو الآخر لنفسه مهلة سعيا للصلح بين الزوجين ولما يقدم الزوج وثيقة الطلاق لزوجته يكون الطلاق بين الزوجين وعندها يقوم الديان أي القاضي بتنفيذ قرار الطلاق قانونيا وتدوم الفترة في بعض الأحيان والتي يتم فيها إعلان الزوج عن رغبته في الطلاق وإصدار وثيقة الطلاق عدة أسابيع وفي بعض الأحيان شهور تجتهد خلالها الجماعة للصلح بين الزوجين وقد حددت هذه المدة بحوالي شهر واحد حسب تكانوت مدينة سفرو كما نصت تكانوت الميغوراشيم أنه لا يحق للزوج أن يطلق زوجته بسبب العقم إلا بعد مرور عشر سنوات من الزواج وفي هذه الحالة يحق للزوج أن يتخذ لنفسه زوجة ثانية من أجل الإنجاب كما أن الزوج غير ملزم بدفع مؤخر الصداق المذكور في الكتوباه إذا حدث وأن طلبت الزوجة الأولى الطلاق وتعطى وثيقة الطلاق للمرأة أمام شهودا كما جاء في الكتاب المقدس بشهادة شاهدين أو ثلاثة شهود يقوم الأمر ويكون تحرير ورقة الطلاق في حضرة شهود وأن تسلم الوثيقة للزوجة أو وكيلها أمام الشهود والمشافهة بالطلاق وذلك بأن يقول الزوج لزوجته استلمي وثيقة طلاقك فأنت طالق وسرتي حل لغيري ومتى طلقت المرأة حصلت على حقوقها المشروطة في كتوباه وأهمها مؤخر الصداق المتفق عليه ولا يقع الطلاق في يوم السبت والأعياد الدينية وكانت هناك طريقة لجأ إليها بعض المشرعين للحد من الطلاق ومن أجل مصلحة المرأة هو الرفع من قيمة مؤخر الصداق ففي بجاية مثلا ارتفعت القيمة من عشرين قطعة ذهبية إلى سبعين قطعة ذهبية كما كانت هناك عادة في قسنطينة وهي فرض غرامة مالية على الرجل الذي طلق زوجته دون موافقة هذه الأخيرة على ذلك ويمنع الزوج أن يطلق زوجته في حالتين الأولى إذا اتهم الزوج زوجته أنها غير بكر بتولاه وشاع ذلك فيغرم الزوج غرامة تدفع لأبيها ويحرم الزوج بعد ذلك طلاقها وفي التلمود يحاكم هذا الرجل أمام السنهدرين ويجلد أربعين جلدة لأن ثبوت العذرية شرط لصحة عقد الزواج إذا ذكر في العقد أن الفتاة عذراء وإذا لم يثبت ذلك يبطل العقد وترجم الفتاة وإذا كانت ابنة رابي أو حاخام فإن العقوبة هي الحرق وكانوا يقيمون شاهدين على البكارة شاهد لها وآخر له وبعد الزواج يبارك الزواج بركة العذراء وفي العصور الوسطى كانت عادة عند يهودي ودي ميزاب أنهم يضعون العروس فوق جلد خروف ويرفع بها إلى السماء والذي يمسكها الأول يكون شاهدا على بكارتها أما الحالة الثانية التي يمنع فيها الزوج طلاق زوجته هو إنهتك رجل عرض فتاة وكانت غير مخطوبة فتفرض على الرجل غرامة مالية تمنح لأبي الفتاة ويتزوجها لأنه أذلها ولا يحق له طلاقها طوال حياته خمسة تحديد العلاقة بين الزوجين حسب قوانين المغورشيم سبق التعرض إلى الصراع الذي قام فيما بين اليهود المهاجرين المغورشيم واليهود من الأهالي التشابيم بسبب اختلافهم في الطقوس والشرائع الدينية كما كان المغورشيم يخضعون إلى العديد من التكنوت لكل واحدة موادها حسب المناطق التي هاجروا منها كتكنوت طليطلة وأراجونة ومولينة وقشتالة إلى غيرها من المناطق ولإنهاء هذا الانقسام شرع بعض الحاقامات في سن تشريعات موحدة تتلاءم والأوضاع الجديدة وفرضت هذه التشريعات على اليهود وعمل بها خاصة يهود المناطق الساحلية في حين رفضها اليهود القاطنون بالمناطق الداخلية والصحراوية وبقوا يعملون بما ورثوه من التشريعات حسب ما جاء في التوراة والتلمود ألف تكنوت مدينة الجزائر سنة أول تكنوت للمغورشيم بداية سنة 797 هجري 1394 ميلادي أي بعد ثلاثة سنوات من وصول رابي شمعون دوران إلى مدينة الجزائر وعين عضوا في اللجنة التي دعت إلى تأسيسها الجماعة اليهودية في المدن والتي أصبحت فيما بعد برئاسة الربية ريباخ والربية بونستروك وبين شمعون بن سماح دوران أي ريباخ في الرسبونس رقم 107 الأسباب التي جعلته يسن تشريعات خاصة ليهود الجزائر فيقول عندما وصلنا إلى هذا البلد لم نجد به عادة خاصة كما أن أعضاء الجماعة لم يتقيدوا فيما يخص أحوالهم الشخصية بالقانون الحاخامي بل كانوا يتبعون أحكام المسلمين ومعظم اليهود الذين هاجروا إلى هذا البلد كانوا من ميورقة وحافظوا على عاداتهم وهي نفس عادات اليهود في الدول المسيحية أما نحن فلم نجد عادة تتطابق مع قوانيننا كما أن ثروات الجماعة بدأت تتناقص وإن استمر الوضع على هذا الحال سيجد ليتام أنفسهم في وضع خطير يكون سببه إفلاسهم كما أن الأرامل كنا يعيشنا مما تركه أزواجهن ولهذه الأسباب وضعنا قانونا كما جاء في القسم الثاني رقم 293 بسبب عدم بقاء أي شخص من الأولين الذين اجتهدوا في وضع هذا القانون فأنا أصغرهم سنا كلفت بتحريره مراعيا المصطلحات المتفق عليها حتى لا يكون هناك أي غموض أو شك في المعنى الحقيقي الجزائر شهر أيور سنة 5181 يهودي 825 هجري 1421 ميلادي وبعد تحرير الربي دوران هذا القانون وفق عليه رجال الدين الممثلين للجماعة اليهودية بمدينة الجزائر وتمت المصادقة بعد أن تم الإعلان عن محتواه بالبيعة على مسامع الجماعات اليهودية وبعد وفاة الربي دوران صادق خليفته مرة أخرى عليه وخضع لهذا القانون كل من يهود مدينة الجزائر والبليدة ومليانة والامدية كما عمل به يهود قسنطينة ويهود تونس ويقول الربي أو الرابي موريس أينسبيث عن هذا التكنوت ومجموعة الرسبونسة التي وضعها شمعون بن سماح دوران تعد من روائع القوانين الأدبية والفقهية لأن موادها تميزت بالفكر التسامحي الهادف إلى السلم وأصبحت في عهده الحاخامية الكبرى لمدينة الجزائر أساسا لدعم الروابط بين اليهود من المهاجرين واليهود من الأهالي وشملت تكنوت الجزائر التي أقرها شمعون بن سماح دوران المواد التالية المادة واحد إذا كانت المرأة بكرا يضمن لها الزوج إضافة إلى الصداق المحدد في الكتوباء وهذه الإضافة تقدر بنصف ما أتت به المرأة فمثلا إذا كانت قيمة الندونيا أي الدوتا 100 يزيدها الرجل بخمسين وإذا كانت المرأة مطلقة أو مطلقة بعد الزواج فالزوج ليس مجبرا على تقديم الإضافة هذا حتى وإن لم يدخل الزوج بزوجته وإن وعد الزوج بالإضافة إلى الأرملة أو المطلقة فيدفع الإضافة كأنه تم توثيقها وهذا طبقا للعادة السارية كما للمرأة الحق في الاحتفاظ بالهدايا التي حملتها من بيت أهلها أثناء حفل الزواج المادة 2 إن طلق الزوج زوجته دون موافقة هذه الأخيرة يدفع لها الزوج كلما تم الاتفاق عليه في العقد وإن تم الطلاق برضى الطرفين لا يقدم للزوجة الإضافة كما لا يدفع الزوج الإضافة إن كان سبب الطلاق أنزنت الزوجة ففي هذه الحالة لا يحق للزوجة الزانية أن تأخذ مؤخرة الصداق والندونية وحتى ثيابها الخاصة بالمواسيم والاحتفالات وإن طلقت المرأة وكانت ترضع رضيعا فعلى الزوج أن يدفع لها النفقة طيلة شهور الرضاعة كما للمرأة الحق في أن تأخذ معها كلما جاءت به من بيت أهلها وتعوض بقيمتها عند عقد الطلاق إن أتلفت هذه الأشياء المادة ثلاثة إن توفيت الزوجة وتركت زوجها ومولودا كان بنتا أم ذكرا وعمره أكثر من ثلاثين يوما فللمولود الحق في نصف الندونية التي جاءت بها الأم وهذا النصف غير قابل للتغيير والقسم الآخر من الندونية والصداق والإضافة فهو من حق الزوج وإن تركت الزوجة ابنا وكان للزوج أبناء من زوجة أخرى فلهذا الإبن النصف الثاني من ندونية أمه والتي كانت من نصيب أبيه قبل أن يتوفى ولكن إن تركت الأم ولدين ومات واحد منهما يرث الأب نصيب ابنه المتوفى وهذا النصيب لا يأخذه الإبن الذي بقي على قيد الحياة بعد وفاة أبيه وللزوجة الحق في ترك كل الندونية لزوجها في وصية لأن زوجها هو الوريث الشرعي حسب التشريع التلمودي أما الأبناء فيرثون حسب العادة وللزوج الحق في أخذ كل ممتلكات زوجته لنفسه شريطة تعويض الورثة قيمة هذه الأشياء مالا المادة أربعة إن توفيت الزوجة ولم تترك أطفالا فيرث أقرب أقربائها ثلثة الندونية فمثلا إذا كانت قيمة الندونية 150 فلهم 50 من قيمتها كما للزوجة الحق في ترك هذا الثلث لزوجها في وصية أما الثلثان الباقيان والصداق والإضافة فهي من نصيب الزوج المادة خمسة للأرملة حق المطالبة بالندونية ومؤخر الصداق وليس لها الحق في الإضافة لأن الإضافة لم ينص عليها التلمود وإنما هي من العرف والعادة والإضافة لا تصبح حقا إلا في حال وقوع الطلاق المادة ستة العادة السائدة والتي كانت تكتب في العقد أن الزوج منح هبة لا أثر لها والزوجة ليس لها الحق فيها في حالة وقوع الطلاق أو الترمل المادة سبعة للأرملة الحق في النفقة مما تركه زوجها في الشهور الثلاثة الأولى من وفاة الزوج وإن طالبت الزوجة خلال هذه الفترة مؤخر صداقها تفقد حقها في النفقة ابتداء من يوم الطلب وبعد انتهاء فترة العدة فعلى الورثات والوكلاء أن يفرضوا على الأرملة أخذ نصيبها حتى تفقد الحق في النفقة إلا في حالة ترك وصية من قبل الزوج بأن ينفق على زوجته مما تركه بعد انتهاء فترة العدة المادة ثمانية يعرض المتعاقدون مشاكلهم على المحكمة الحاخامية ويمنع عليهم اللجوء إلى محكمة غريبة المادة تسعة إن هذه المواد المنصوصة هي بمثابة قوانين لا يسمح بتعديلها إلا بعد مرور مدة عشرين عاما المادة عشر الحق للزوجين إضافة بعض ما تم الاتفاق عليه بينهما إلى المواد السابقة الذكر المادة أحد عشر بالنسبة للذين تم عقد زواجهم قبل الإعلان عن هذا القانون فإنهم يخضعون لقانون المنطقة التي تم فيها إبرام عقد الزواج المادة اثنى عشر هذا القانون المفصل مفروض على طائفتنا وكل مخترق له يكون عقابه قرار اللعنة حرام وقد حررنا هذه المواد بموافقة رؤساء الطوائف وحسب مجلس الحاخامات وقد أعلن عنها بالبيعة في يوم السبت قبل إخراج لفائف التوراة حتى لا يجهلها أي شخص وقعنا عليها بمدينة الجزائر في الثاني من أيلول 5154 من خلق العالم عام 797 هجري 1394 ميلادي كما كانت بمدينة الجزائر عادتان خاصتان بموضوع الميراث أفت فيها شمعون بن سماح دوران الأولى تنص على أن للأب الحق في استرجاع الهدايا التي قدمها لابنته عند زواجها إن توفيت ابنته ولم يكن لها أطفال أما الثانية فتنص على تعهد الزوج إرجاع الندونية إلى أب الزوجة إن توفيت هذه الأخيرة بعد سنتين من الزواج ولم تترك أطفالا إلا أن هذا التعهد لم يحترم أما بمدينة وهران فلم يعمل يهود المنطقة بقوانين مدينة الجزائر فكانت تخضع الجماعات اليهودية للتشريع الأرثوزوكسي المعدل حسب العادات المحلية أما بمدينة تلمسان وفي عهد الدولة الزيانية فكانت أمور الزواج تتم حسب عادات المنطقة وهي حددت قيمة المهر والندونية بمئة دينار زياني أي حوالي 476 فرانك فرانسي و65 سنتيم الإضافة أمر اختياري بالنسبة للزوج الهذاية التي تحملها المرأة عند زواجها تكون ملكها الخاص أما الزوج فله حق الاستمتاع بها فقط ينفق على الأرملة مما تركه زوجها المتوفى حتى تتزوج مرة ثانية أو حتى تطالب بصداقها وفي هذه الحالة لا يدفع لها الورثة إلا ثلثين من قيمة الندونية باء تكنوت قشتالة هي التكنوت التي أقرها يهود إسبانيا الذين استقروا بمدينة فاس بعد قرار الطرد عام 898 هجري 1492 ميلادي وصيغة عام 900 هجري 1494 ميلادي أي حوالي قرن من الزمان بعد صدور تكنوت الجزائر وصادق على تكنوت قشتالة حاقامات إسبان من المهاجرين وهم موسى البرهنس وموسى مأمون وإسحاق سيرولا وبنيامين بريوسف جاباي كما تم وضع تكنوت ثانية عام 903 هجري 1497 ميلادي وتنص تكنوت قشتالة فيما يتعلق بأمر الزواج على يكتب عقد الزواج على رق جديد غير مستعمل من قبل وتحدد فيه كل الشروط قبل مراسيم الزفاف ويحرر داخل البيع حتى يتم التوقيع عليه يوم حفل الزواج ليس للزوج الحق في إرغام زوجته للانتقار معه إلى مدينة أخرى دون موافقتها وقديما كان هذا الأمر يخضع لرضى الطرفين قبل كتابة العقد لكن أدرجت كمادة قانونية في تكنوت قشتالة وتشير مصادر حول هذه القضية أن يهوديا من مدينة الجزائر والذي تزوج في مدينة إبجايا تعهد بأن لا يجبر زوجته في الانتقال معه إلى أي مكان آخر إلا بعد مرور عشر سنوات لا يحق للمرأة التي ترملت مرتين أن تتزوج مرة ثالثة كما لا يجوز للربي الزواج من أرملة أو مطلقة وقد عمل بقانون قشتالة أو تكنوت قشتالة يهود فاس وتطوان والقصر الكبير وسفرو ويهود دبدو حتى وإن كان هؤلاء من أصل إشبيلي أما يهود تافلالت والمناطق المجاورة لها فكانوا يعملون بنظامهم المحلي الموروث كما كان ليهود تازى قانون خاص في توزيع الميراث كما عملت بقانون قشتالة بعض أسر مدينة وهران 6- الميراث لقد انعكس الانقسام الطائفي ليهود المغرب الإسلامي إلى تشابيم ومغراشيم على التشريع في قضية الميراث أيضا إذ كان لكل طائفة تشريعها الخاص تشريع موروث خاص بالتشابيم وتشريع معدل جاء به يهود قشتالة 7- الميراث عند التشابيم كان التشابيم في المغرب الإسلامي يعودون إلى نصوص التوراة والتلمود عند النظر في قضية الميراث لهذا فالأمر لم يكن معقدا عندهم فالميراث في العهد القديم من حق الذكور فقط فإذا مات الأب ورث أبناؤه الذكور فقط وفضل الإبن الأكبر إذ خصه بنصيب إثنين حتى وإن كان إنجاب الإبن البكر من الزوجة المكروهة لأنه هو الأول من أثبت رجولة أبيه والإبن البكر هو المولود الأول الذكر من أم يهودية وحق البكورة كان يعطى في القديم لأصغر الأبناء ليحل محله الإبن الأكبر بعد استقرار العبريين في كنعان والبكر في ثروة أبيه وليس له نفس الامتياز في ثروة أمه أو جده إلا إذا كان أبوه بكرا وفي حالة وفاة الإبن البكر في حياة أبيه ينتقل نصيبه إلى أبنائه أو بناته ولم يكن للبنات حق الإرث إلا بعد أن اشتكت بنات صلفحاد إلى موسى عليه السلام موت أبيهن وليس له ذكر فيروى أن موسى عليه السلام أصدر أول تشريع للإرث وينص أن ترث البنت أباها إن لم يكن له ولد شرط أن يتزوجن من نفس قبيلتهن حتى لا يتحول الميراث خارج القبيلة على أن يقسم ميراث البنات بينهن بالتساوي وإذا ماتت إحداهن فإن نسلها هو الذي يرث الذكور أولا ثم الإناث إن لم يكن لها ذكور وإن لم تكن له ابنة يعطي ملكه لإخوته وإن لم يكن له إخوة ينقل لأعماله وإن لم يكن له أعمام يرث ملكه أقرب أقربائه من عشيرته أما الميراث في التلمود فخص الرجل دون المرأة في بداية كتابة التلمود لكن تم إحداث بعض التغييرات من بعض الحاخامات لهذا فإن قانون الميراث عند اليهود من الأهالي ببلاد المغرب الإسلامي أي التوشابيم هو غير معقد لأنه يخضع للتشريع التلمودي أو تشريع ابن ميمون المستمد من التلمود ونص التلمود فيما يخص الميراث على إلزام الإخوة بعد وفاة الأب أن ينفق على أخواتهم البنات غير المتزوجات حتى يبلغن ويتزوجن ويكون نصيب التي تتزوج في الأول أكبر من نصيب الأخريات أما إذا تزوجت جميع البنات في وقت واحد فيتساوى بينهن في الأنصب وليس لهن إلا من مال أبيهن إذا كان عقارا أما إذا كان من الأموال السائلة أو المنقولة فليس لهن الحق كما أن ابنة الإبن مفضلة في الميراث على ابنة الإبنة أما الإبنة المتزوجة فليس لها نصيب من الميراث على الإطلاق والزوج يرث زوجته فكل ما تملكه الزوجة يقول بوفاتها ميراثا شرعيا إلى زوجها وحده ولا يشاركه فيه أولادها أو أقاربها وإذا مات أبو الزوجة في حياته وماتت هي بعد أبيها وكانت وحيدة ورث الزوج جميع ما كان لأبيها أما إذا ماتت الزوجة في حياة أبيها ثم مات أبوها بعدها فلا يرث الزوج حماه ولا ترث الزوجة زوجها بأي حال من الأحوال وعند وفاة الزوج لا تأخذ المرأة إلا ثلثي من قيمة الكتوباه وللأرملة حق النفقة من القيمة الإجمالية مما تركه الزوج المتوفى حتى تنفذ الكتوباه ويطردها من بيت زوجها المتوفى وخلال العصور الوسطى تحايل اليهود على أحكام الميراث ولجأوا إلى عدة طرق ففي الأندلس مثلاً غالوا في مبلغ الكتوباه عوضاً عن حقها في النفقة من ميراث زوجها لتأثر يهود أوروبا بالتشريع النصراني باء الميراث حسب القانون القشتالي بفاس وضع يهود قشتالة بعد هجرتهم إلى بلاد المغرب الأقصى وبالتحديد إلى مدينة فاس نظاماً جديداً خاصاً بالميراث وسنت هذه التكنوت القشتالية بفاس سنة 858 هجري 1454 ميلادي أي بعد سنة واحدة من الهجرة وفي هذه التكنوت حددت قوانين الزواج والميراث بحضور كل أعضاء الجماعات القشتالية وحررت باللغة الإسبانية بحروف عبرية ووقع عليها ربيون إسبان الذين استقروا بفاس وهم موسى البرهنس وموسى مأمون وإسحاق سيرولا وبنيامين باريوسف جاباي وتم تأكيد على هذا التكنوت بصدور تكنوت ثانية كتبت باللغة الإسبانية والتي وافقت عليها البيع القشتالية الأربع يوم السبت الثاني عشر تبت عام خمسة آلاف ومائتين واثنين واربعين عبري تسعمائة وثلاثة هجر ألف أربعمائة وسبعة وتسعين ميلادي وصادق عليها الموثقان موسى الفلانسي ويعقوب برينتي وما زال يعمل بها إلى يومنا هذا وتنص التكنوت القشتالية فيما يخص الميراث على إن توفيت الزوجة قبل الزوج وكان لها أبناء فبعد تسديد الديون من الإرث الإجمالي يأخذ الزوج نصف ما تركته زوجته من الأملاك غير المنقولة والأملاك المنقولة والنصف الثاني يتقاسمه الأبناء ذكورا وإناثا بالتساوي يستثنى من حق الورث البنت المتزوجة والأرملة والمطلقة إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها أبناء وبعد تسديد الديون وبعد عزل ثيابها اليومية يأخذ الزوج نصف ما تركته زوجته من أموال والنصف الآخر يكون من ورثة زوجته وتكون الأولوية في هذه الحالة إلى الأبناء الذكور من الزوج الأول إذا سبق لها الزواج أب الزوجة إن لم يكن لها أبناء في حالة عدم وجود ذكر وإن كان الأب متوفى ترث البنات إن لم يكن لها بنات يرثها إخوتها وإن لم يكن لها إخوة ترثها أخواتها إن لم يكن للزوجة المتوفية أب أو أم أو إخوة أو أخوات يرث الزوج ثلثين والثلث الباقي يرثه أقرب أقرباء الزوجة من جهة الأب إن توفي الزوج قبل زوجته وترك أبناء ذكورا وإناثا وبعد تسديد الديون وبعد عزل ثيابه اليومية على أن لا تزيد قيمتها على عشرين أوقية تأخذ الزوجة نصف ما تركه زوجها المتوفى ويقسم النصف الآخر بين الأبناء ذكورا وإناثا سواء كانوا من زواجه الأول أو الثاني على أن يخص للبكر من الذكور قسمان حسب ما نصت عليه التوراة إذا توفي الزوج ولم يترك أبناء يكون للزوجة نصف التاركة ويعود النصف الثاني لأبنائه الذكور من زواجه الأول وإن لم يكن له ذكر فيكون من نصيب بناته إن لم يكن للزوج أبناء يرثه أبوه وإن توفي الأب قبل الإبن يرثه إخوته وإن لم يكن له إخوة ترثه أخواته وإن لم تكن له أخوات ترث زوجته ثلثي التاركة ويكون الثلث الباقي لأقرب أقرباء الزوج المتوفى مع العلم أن البنات لن يرثن من الأم إن توفي الأب أولا ثم الأم بعده ولكن إن توفيت الأم أولا ترث البنات من الأم كما يكون لهن العشر مما يتركه الأب وهذا يخص البنات غير المتزوجات طبقا للتوراة ونستنتج من خلال عرض ما جاءت به تكنوت الجزائر وتكنوت قشتالة أنه تم تعديل في القوانين التي عرفها اليهود عبر العصور ورغم تحديث القانون فهو بالضرورة يتمازج مع النظام القانوني القديم الذي كان قائما في المغرب الإسلامي وهو نظام المشنى وأهم تعديلا جاء في هذا التكنوت كان يهدف إلى تحسين أوضاع المرأة والطفل إذ أصبح للأطفال حق وراثة الأم بعد أن كان هذا من حق الأب فقط وهي جمعية تهتم بالغسل الجنائزي والصلاة على الميت وبناء قبره أي كل ما يتعلق بترتيب مراسيم الدفن وتفرض ضريبة على عائلة الميت تحدد قيمتها حسب قدرة الأسرة على الدفع ويعود أصل الهيبرا إلى الرابي شمعون باريحاي الذي عاش في القرن الثاني الميلادي ويذكر بعض المؤرخين أنه اختبأ هو وابنه وبعض تلاميذه بمغارة هربا من الاضطهاد وبقوا بها حوالي ثلاثة عشر سنة ويحكى أنهم كانوا يتغذون من ثمار شجرة خروب كانت عند مدخل المغارة وأن الله قد فجر نبعا من الماء يرتوون منه وعند خلوجهم من المغارة أول شيء وقع عليه نظرهم جثة مرمية على الأرض فقاموا بدفن الجثة وبعد عودتهم من المدينة قصوا على أهلها ما حل بهم ومنذ ذلك الوقت قرر سكان المدينة تأسيس جمعية تتكفل بمراسيم الجنازة وسميت بالهيبرا تضم الهيبرا حوالي أربعين عضوا من الأعيان المتدينين كانت الهيبرا في ملاح فاس في نهاية القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي تضم سبعين عضوا يعين رئيس الهيبرا من قبل مجلس الأعيان مهمته تسيير ميزانية الجمعية ويقوم بتعيين عدد من المنتدبين مقسمين إلى سبعة أقسام بعدد أيام الأسبوع وهم مكلفون بالتداول بالخدمة الأسبوعية والغسل الجنائزي والسهر على الميت يقوم به أشخاص مسنون راغبون في عمل الخير وكسب الثواب حتى يكون عملهم هذا في ميزان الحسنات في حياة الآخرة وينتمي إلى أدنى سلم الهيبرا الأفراد الذين يقومون بحمل الميت إلى مثواه الأخير وتتقاضى الهيبرا قيمة مصاريف الدفن قبل الشروع في الغسل الجنائزي باستثناء كبار الأحبار وأثرياء الجماعة الذي يؤجل فيها دفع مصاريف الجنازة بعد الانتهاء منها أما بالنسبة للنساء فإن الغسل الجنائزي تقوم به نساء مسنات تنتمين إلى الطبقة الفقيرة وتتقاضى مقابل عملهن أجرة والانتماء إلى الهيبرا شرف كبير إذ يحظى العضو فيها باحترام وتقدير من الجماعة وتخضع طقوس تحضير الميت إلى أولا الرهيسة أي غسل الميت فبعد تجريد الميت من ملابسه يوضع على الأرض ويغطى بملاءة كما تغطى المرايا أو تقلب وهذه العادة معمول بها في بعض الأسر في بلاد المغرب ثم تبدأ عملية الغسل ويستعمل الماء الدافئ والماء البارد وصابون وماء الورد وماء زهر وأغصان الريحان والرند وتكون أواني الغسل الجنائزي بعدد سبعة ثم يتم تقليم الأظافر وفي الأخير يمسح الميت بملاءات نظيفة وأثناء عملية الغسل يجري طقس ثاني ويعرف بأربعة ميتوت بيت دين أي العقوبات الإلهية الأربع لأن حسب المعتقدات اليهودية يتعرض كل فرد إلى أربع عقوبات في الجحيم لكن الطقوس هذه العادة تنفذ على الموتى من الأتقياء فقط حتى يعفيهم الرب من هذا العذاب في الجحيم ويمنحهم السعادة الأبدية ولهذا يخضع الميت لهذه الطقوس أثناء الوضوء وهي السقيلة يمدد فيها الميت على الأرض ويرجم وأثناءها يقوم أعضاء الهيبرة بالدعاء له بصوت مرتفع ثم تقس الصريفة وفيه تشعل شمعة وتحرق أصابع الميت ثم تقس الحراغ وفيه يرمى بجثة الميت بكل قوة على الأرض وفي الأخير الخناق أو الخناق أي التظاهر بخنق الميت بخرقة من قماش وبعد الانتهاء من الغسل الجنائزي توضع ثياب الميت حسب طقوس أيضا العراقية ثم الكمزة أي ملابس داخلية والسروال والكيسوت أي سترة والعمامرة وشال تقسي يعتعمدون ربط أشريطته حتى يجعلونه غير صالح لأداء الصلاة شيشت ثم شال آخر مخيط وهو الكفن الحقيقي ويعرف بوجه الكفن أما بالنسبة للمرأة فيغطى نعشها بشال أبيض أو ملاءة بيضاء كما أن هناك عادة خاصة ليهود المغرب الإسلامي فأثناء القيام بلبس الميت يوضع إبهامه في راحة يده بحيث تشكل اسما من أسماء الله شداي أي القدير ثم تمدد اليد بمعنى تخليه عن خيرات الدنيا وتمر فترة الحداد على الميت بثلاث مراحل الأولى مدتها سبعة أيام والثانية ثلاثون يوما والثالثة تستغرق سبعة أو تسعة أو أحد عشر شهرا حسب عادات المنطقة وخلال هذه الفترة توقض شمعة في غرفة الميت حتى انتهاء فترة الحداد ثم تحمل الشمعة إلى البيعة وترمز الشمعة إلى بقاء روح الميت مع أهله طوال السنة كما أن هناك عادة غربية عند اليهود وهي أنه عندما يشرع أعضاء الهيبرا وضع الميت داخل القبر تبدأ في المزاد فالذين يدفعون أكثر يكون لهم الفضل في إمساك الميت من رأسه وكتفيه عند الشروع في وضعه بداخل القبر أما الذين يدفعون أقل فيمسكون برجلي الميت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر